السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكديري اللبس عليكم كنتمنى ان شاء الله ياربيكم شي يكون بخير وعلى خير وانتو ما كنتشاهدوا هذا الفيديو ترسطينا اليوم ان شاء الله غاديكون واحد ميش فضل رأس كنظرنا رغيت شوفوا الصورة عدي سعرفوا فوطة اللي كنشوفوا بها الشعر دينا ولي كنشوفوا فوطة عدي كتكون سهلة كنديرو على الرأس دينا عوض ما سقوط لو الفوطة وتعودوا ترجعو هنا ولا دا كتس قطح الطريقة هذي كتكون مزيانة ديجا حطين هالناس كين حطينا في اليوتيوب الاخوان دينا وهذا يعني حطينها ولكن ما كنش واحد اللي حطها بالقواعد يعني ذاك شي الطول مني كنجيبوه ولا العرض كيفاش كنلقوا ذاك العرض فالطريقة اللي نعطيكم ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تستفدوا منها يا ربي وما تنسونيش بداعواتكم مهم من بالنسبة لي نعطيكم العرض وبالطول كيفاش كنحصلوا علي الجميع المقاصات ان شاء الله البنيسة صغيرة كبيرة لكل شي واحد النقطة مهم ما غتسمحوا لي هنوقف اسميته على الدرس وغادي نشرح لواحد السيدة لربما البعض يمشي كل شي يفهمها بذيك الطريقة واحد السيدة ما فهمتش الدرس دي القبعة اللي كنت حطيت لكم يعني البيري اللي كنت حطيت للناس قلت لي يا راكي غالطة 33 قسمتها على 14.3 انا ما قسمتش 33 را 33 دي البوبي هاد المونيكا انا كنعطيكم غير مثال هاد 33 مستحيل جي قدش واحد انا كنعطيه هاد شي اللي كتشوفو كنوريكم على المونيكا انا كنعطيكم غير مثال هاد را غير مثال را ماشي ماشي رقم حقيقي هاد اللي كتشوفوه معايا فبقى يعني بطبيعة الحال انا كنقول لكم خوضوا الدورة دا الرأس خوضوا الدورة دا الرأس يعني باش تاخدوا السنتيم وتدوروا على الرأس ديالكم انتوما ماشي هاد شي اللي كتشوفو الرقم اللي كنحطيه نديروه لاش انا ما كان بغيش نعطيكم مني كنكون نحط المقاسات ما كان قول لكمش ديروه هنا عشرين ولا حطوا اربعين ولا يعني كل واحد عنده القياس ديالوه كانت مننا اخواتي تفهموني يوصل يعني نكون وصلت الفكرة يعني ما عطش كمش هاد ينقول لكم انت مننا من الله لزعمتكن وفهمتوني يعني ماشي صراحة كي اللي زعمها غادي معايا فالدرس ودي اللي حطيتها كي يعرفني شنو كان قصد ولا ولا ولكن كي اللي بعت يعني اللي ما فهمنيش ذاك الشي اللي حاولت اني نعود نشرح للأخت على هالدرس على على الدورة دا الرأس قلت لي قسمتها على 14.3 كيفاش منيج بتيديك 16 انا 16 خديت الدورة دا بنتي الدورة دا الرأس ديالبنتي وقسمتو على 14.3 الخارج اللي خرج ليه واللي خدمت بيه طابعة الحال وبيري راكم شفتوها راني حطيسا الفيديو ديالبنتي دائما مني كان خدمش حاجة راني كان وريها لكم حتى ملبوسة والله وزعمة كان بدل جهدي باش هكذا الكل يفهمت كان اعتادروا سمحوا لي لو قفت لكم الدرس سمحوا لي بزاف والله كان اعتادروا لكن ما نقدرش ما نجاوبش اي وحدة ولا اي واحد سوالني ضروري نوضح لي وكن نقول لك تحية ليك الاخوان الجزائريين كاملين كسلم عليكم وعلى اللي كي سابعنا يعني داخل الوطن وخارج الوطن وهاد الموديل غا نحطه لأخت كنا في فرنسا تحية الجامع اللي كي شاهدوني كاملين شكرا لكم على التعاليق الرائعة هاد الموديل طلبسولي ايا بس كنا عني ايش حال هادي طلبسولي ايا وعود ذكرات اتنى مرة اخرى وام شاء الله نحطو لكم طريقة سمحوا لي بزاف اذا طريقة ديال هاد الفوطن كيفاش كنلقاو ذاك طول كيفاش مني ناخدو طول ديال هاد الفوطن طول ديال الفوطن وبطبيعة الحال هاتتتخدو القياس ديالكم خودوا السانسي مدورو على الرأس ديالكم كنناخدو تورد الرأس العدد اللي لقيتو ضيفو لي خمسة سانتيم بالنسبة للطول بالنسبة للطول كنا دورة الرأس ديال الرأس اتاخدو الدورة ديال الرأس وتحطوها بهات الشكل هذا ما تقسموش سانتيم العدد اللي وجدته كتحطوه تضيفو عليه خمسة سانتيم واضح لكن العرض كان قسمو على اثنين كيفاش كلقاو هاد العرض هادا كنناخدو من تحت نضغط الأدن بها الشكل هذا السنتين نضغط الأدن من هنا سنتين بها الطريقة نضغط على الرأس بها الشياء العدد اللي وجدت نضيف لي 4 سنتين حتى الخمسة السنتين ونقسم العدد اللي لقيت كل واحدة اتخذ المقص دياله العدد اللي وجدت مثلا عندي بنيسة ديالي صغيرة لديها 36 سنتين يعني 36 سنتين يعني 40 سنتين يعني 20 مناسبة للبنيسة عندها ان شاء الله تكمل خمس سنين ان شاء الله يا ببي يعني 20 رهي ديال البنيسة تصغر انتوما اتخذوا المقص ديالكم كل واحدة كبيرة او صغيرة اتخذوا المقص انا هنا ديجا حطي سطول انا غانا نشد لكم الموضوع كامل انا هنا هنا حيث ما عنديش مشيت طوب اللي عندي هذي غير فوطة يعني مضطرة ان نخدم العرض اللي فيها وليك يحكمالي ما عنديش كيفاش نزيد العرض ما زل يعني القياس اللي فيها كامل غدي نستغله هذي الحشي غدي نحيدها لانك تكون شوية قصحة غدي نحيدها صافي هيني العرض اللي عندي هنخليك كاماء هوا ما غديش نقص منه وانا هيك نرسمو ذيك القوس هكدا صافي طب المرسمو القوس عرفنا العرض هو هذا هذا هو العرض ديال الفوطة وبنسبة الطول كيفاش كلقه وراني شرحت لكم اللي كاين هذا هو الطول وهذا نحتل هنا بنسبة الطول والعرض شحلا نخليه هنا يا نخلي من ستحت سبعة سنتيم هتقول لي علش غير نشرح لكم علش لان هذه الحشي غدي تحيد هنا واحد سنتيم لغادي تطوى صافي هنطوي واحد سنتيم وانا غادي تكون الخياطة هي هذيك راجيني القياس وهذا يعني لاخليت هنا ستات سنتيم غايت تحيد من هجوش حركة بقالية هانيك يخرجي العدد هو هذاك سنتيم غايت بقالية مزيانة نبدو على بركتي الله هنجي الاخر الطول وهذا نخلي كيفيت لكم 6 سنتيم اي 6 سنتيم انا ما كان حسبش الحاشية انا حسبت من هنا شوفوا معي 6 سنتيم حسبتها من هنا خليت الحاشية وحسبت 6 سنتيم سنتيم حسبتها هذي صافي سنترسي سنترسي نحاول نصور بيد ونشرح لكم بيد وينقبلوا علي وصافي نجيل هذا الرأس هذا القوس نجيل هنا القنس هذي مغلقة هذي مغلقة نجيل ناخد من هنا شوفوا معي شوفوا معي كيفاش ندير نجيل هذ المكان هذا هذ القياس اللي عندي هنا هكذا هذي مغلقة ينطل لن يكون هذي مغلقة هذي مغلقة هذي مغلقة هذي مغلقة هذي مغلقة سوف نقطع سوف نقطع سوف نضيف السرج سوف نقصها سوف نضيف سوف نضيف الشارط ثم نضيف الشارط سوف نضيف الشارط سوف نضيف الشارط نضيف السرج قدروا واحد القياس على حسب الزر اللي عندكم تموش كبير ولا صغير وهدي نحطو بهالطريقة هادي هكذا ونخيطو علي انا هنا قبل ما نخيط حتى غادي ندير السورجي بطبيعة الحال ونباد نحط هادي اللي كتليكم هاد طريف ديال البي هنخيطو من هنا ويكيف كتليكم بهالطريقة هادي هكذا ونحط عليه هاد القطعة هادي طريقة هاد الخياطة حيث ما غاديش تشدلي الموضوع كامل غادي نخيط من هاد الجيهة من هنا هاكذا وحتى الهنايا وفاش غادي سقل بورا غادي تديروا الزر علي حسب البلاسة فين بغي تنسو ما ديك الفوتا فاش تلوه فين غادي سكوديك هاد القطعة هاد طريف هادا فين عسي حطوه وضح هنوركم دبال شكل نهائي بلا منضيع لكم نوقس هنشرح لكم طريقة مني غادي نبدأ الخياطة من هاد الشيه هادي هنكمل ونوريكم الشكل نهائي هذا هو الشكل نهائي غادي نوريه لكم البوس على المانكة فانسو ما يبقى لكم اخسيار تقدروا تلبسوها بهالطريقة مثلا بحليك اللو الفوتا مثلا هاكذا يعني هادي كتجي بهالطريقة هادي هاكذا هاكذا هنوريه لكم على المانكة كبيرة ان شاء الله نبغى تلبسوها هاكذا ممكن انكم تلبسوها بالعكس هادي بهالطريقة هاكذا هادي كتجيبوها هنا هاكذا وانسو ما تلبسوها بطريقة اللي تعجبكم هنوريه لكم على المانكة بالنسبة للزر احنا نخيطه يعني مني كنجمعوها بالخياطة اه كنقيسو القياس فين بغينا يجينا ذاك الزر هادي اللي وريت لكم كيفش كتجي بنسبة لبيه انتو ما كتشوفوا معايا كيفش كتجي الخدمة مفينيا اختاروا اللون اللي يعجبكم وهكذا كنحصلوا على شي حاجة جميلة دي فوتا تقدروا تخدموها بالالوان مثلا بنسبة السيدات اللي كيديرو مثلا سبغة ولا كدير الحنة زيان تخدموها في اللون اللي كيكون غامق مثلا في الكحال ولا في القرونة او لاشي حاجة فلو ان غامق باش هكذا مكيتو تسخوش لكم هذا ورايكم على المنكة وسمحوا لي لطولتها لكم ونوريكم الشكل نهائي كان هذا الشكل نهائي كانت من اخواتي عجبكم موديل اليومه شكرا لكم على المتابعة وكذلك على التعليق الرائعة هذا هو الشكل النهائي للموديل كيفش كي يجينا ونتمنى ان شاء الله تجربوه وتردو علي في التعليق بسحتكم الدرس اليومه وكنتمنى كيفيت لكم انكم تجربوا الموديل اليومه شكرا شكرا لكم اخواتي وما تنسوش شخصتكم اللي جيم مهمين بالنسبة لي وكذلك التعليق الرائعة لكم في اي حاجة حطيتها شنو رائيكم فيها شكرا لكم اخواتي بزاف وما تنسوش بارتاجوا هاد القناة ان شاء الله اي فيديو شفتوه احسنتوا مهربحوا شوية الاجر بارتاجوا عندكم في الواتساب والناس اللي كتعرفون ما كيهمهم الامر انه يتعلنوا ان شاء الله والسلام عليكم اخواتي اسمحوا لي لطولتها لكم شكرا